السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي ليوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من أغسطس من العام 2021 ونلاحظ أخواني العزاء أن المؤشر العام قد تراجع ويتداول دون مستويات 11200 نقطة وقد ذكرنا سابقا في التحليلات السابقة أن كسر مستوى 11200 نقطة سوف يعرض المؤشر العام لمزيد من الهبوط واستهداف مستويات 11000 نقطة ولكن نلاحظ أن مستويات 11000 نقطة تعبر عن منطقة دعم محورية قوية جدا ونشاهد أن مؤشر التذبذب بالستوكستيك قد وصل إلى مستويات تشبعات في البيع وأيضا نلاحظ قوة هذه الدعوم بملامسة المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الذي يعبر عن منطقة دعم متحركة في كل الأحوال قد نشاهد محاولة ارتداد ويعادة اختبار لمستوى 11200 نقطة خلال الجلسة القادمة إذا نجحت الأسعار بالارتداد من مستويات 11000 نقطة والعودة على مستويات 11200 نقطة قد نشاهد العودة للمسار الصاعد مجددا ومحاولة إنهاء التصحيحات العميقة التي حدثت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة أرامكو ونلاحظ أخواني العزاء أيضا أن سهم شركة أرامكو لا يزال حتى اللحظة يتداول بشكل أفقي بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية تداولاتها وأدنى مستويات 35 ريال لا يزال يضع سهم شركة أرامكو تحت الضغوط البيعية ولن يعود سهم شركة أرامكو إلى المسار الصاعد وعلى خط الاتجاه الصاعد مجددا إلا بعودة الأسعار أعلى مستويات 35 ريال والاستمرار بهذه التداولات قد تعرض السهم لمزيد من الهبوط الذي قد يهوي بالسهم نحو مستويات 34 ريال ونصف ما لم يستطع السهم العودة مجددا أعلى مستوى 35 ريال خلال الجلسات القادمة بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة سيرة ونلاحظ أن السهم بكسره خط الاتجاه الصاعد والتداولات دون مستويات 20 ريال فاصل سبعون هللة قد كلفت السهم الكثير وتأثر السهم وبدأ بالهبوط عاليا يتداول بالقرب من منطقة دعم محورية وهي مستوى العشرون ريال إذا نجحت الأسعار بالارتداد منها قد نشاهد محاولات لعادة اختبار مستويات 20 ريال فاصل سبعون هللة أما كسب مستويات العشرون ريال قد تكلف السهم شركة سيرة الكثير وتهوي بها نحو مستويات 19 ريال فاصل 35 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم مصرف الراجعي حتى اللحظة قد ارتد من منطقة المقاومة العنيدة الماثل عند مستوى 123 ريال وها هو يلامس مستوى الدعم الثانوي الماثل عند مستوى 120 ريال وإذا نجح بكسر مستوى 120 ريال قد تمتد الموجة التصحيحية الهابطة لتلامس مستويات 116 ريال ونصف و114 ريال على المدى الطويل ولكن شرط إنهاء التصحيح وتجنب هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 120 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر وهو سهم شركة سابك ونلاحظ أخواني العزاء أيضا أنه بكسر الأب تريند لاين خط الاتجاه الصاعد قد تعرض السهم لهبوط وحاليا اقترب من الدعم المحوري المستوى 119 ريال فاصل ستون هلال ويلامس المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونلاحظ أن هناك تشبعات بيعية من الممكن أن نشاهد ارتداد إذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى 119 ريال فاصل ستون هلال قد نشاهد ارتدادات لعادة اختبار مستوى 124 ريال و125 ريال خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر ونلاحظ أخواني العزاء أن أغلب الأسهم قد تراجعت نحو مستويات تشبعات في البيع ونلاحظ أن سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية قد هبط نحو مستويات الأهداف السابقة الماثلة عند مستويات 36 ريال فاصل 35 هلال وحتى اللحظة نلاحظ الأسعار تتمحور قول الدعم الماثل عن مستوى سعر 35 ريال فاصلة 59 هلال وإذا نجحت الأسعار بكسر هذا الدعم الماثل عن مستوى 35 ريال فاصلة 59 هلال قد تمتد التصييحات ويمتد الهبوط محو مستويات 34 ريال و33 ريال فاصلة 20 هلال خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة التصنيع ونلاحظ سهم التصنيع ينجح بكسر خط الاتجاه الصاعد وحاليا الأسعار تحاول تأكيد هذا الكسر وبكسر مستوى 20 ريال فاصلة 30 هلال والتداول دونها قد تمتد التصييحات ونشاهد الهبوط محو مستويات 19 ريال فاصلة 40 هلال ومستويات 19 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر ونلاحظ سهم الشركة العربية للأنابيب لا تزال تتداول تحت الضغوط البيعية حتى اللحظة واستمرارية بهذا الشكل لا تزال تعرض السهم لبعض من الضغوط البيعية ونلاحظ أن الأسعار حتى اللحظة تحاول كسر مستوى 18 ريال فاصلة 25 هلال وإذا استقرت الأسعار بالتداول أدنى مستوى 18 ريال فاصلة 25 هلال قد يتعرض السهم لمزيد من الضغوط البيعية الذي قد تهوي به إلى مستويات 17 ريال ما لم يستطع العودة على مستويات 18 ريال فاصلة 25 هلال خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر وهو سهم شركة الأسماك ونلاحظ أن سهم الأسماك قد وصل ويلامس الهدف الأولي وهو منطقة الدعم الماثلة عند مستوى سعر 53 ريال والتي تحدثنا عنها في التحليل السابق وهي منطقة قوية جدا ونلاحظ هناك التشبعات البيعية على مؤشر تذبذب ستوك ستيك وإذا نجحت التقاطعات بالتكون في مؤشر تذبذب ستوك ستيك قد نشاهد محاولات لخلق موجة صحيحية صاعدة تستهدف مستوى 54 ريال فاصلة 20 هلالة ومستوى 55 ريال خلال الجلسة القادمة ولكن شرط تجنب استمرارية الهبوط والدخول في المرحلة البيعية القوية جدا هو الثبات أعلى مستوى 53 ريال أما كسر مستوى 53 ريال قد يكلف السهم الكثير ويهوي به نحو مستويات 50 ريال وتسعة وأربعون ريال خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة ونلاحظ أن السهم والآخر يحاول تأكيد كسر مستوى 94 ريال فاصلة 10 هلالات ونلاحظ أن الأسعار إذا نجحت بالتداول أدنى مستوى 94 ريال فاصلة 10 هلالات قد نشاهد الأسعار تمتد بالتداولات البيعية وتستهدف مستويات 90 ريال و 88 ريال فاصلة 90 هلالة خلال المدى المتوسط وشرط استمرارية السيناريو والبيعي وثبات الأسعار أدنى مستويات 94 ريال فاصلة 10 هلالات إلغى هذا السيناريو في حال نجحت الأسعار بالعودة أعلى مستوى 94 ريال فاصلة 10 هلالات خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد نتعين انفقرة التحليل الفني اليومية أتمنى لكم تداولات جيدة ولا تنسوا متابعات حسابي على سنابشات من أجل أن تصلكم كل التغطيات الاقتصادية أولا بأول وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله